نظمت كلية عجلون الجامعية جامعة البقاء التطبيقية جلسة حوارية بعنوان علية العملية الانتخابية نحو مشاركة فاعلة دعا عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة لانتخاب جهاد المومني طلبت الكلية إلى ضرورة مشاركة الجميع في الانتخابات بحيث يكون الاختيار على أساس البرامج الواقعية للحزب أو الشخص التي تعبر عن الطموح وخدمة الوطن شارك في اللقاء عمد كلية عجلون الجامعية دكتور وائل الربدي وعدد من أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية وطلبة الكلية وأبناء المجتمع المحلية هو واحد في كل الأحوال في كل مكان نذهب إليه هو الآن نحن في مرحلة التوعية توعية الناس بالقانون هذا القانون يعتقد الناس بأنه قانون معقد يحتاج إلى توضيح الهيئة المستقل الانتخاب تقوم بواجب تعريف الناس بالقانون كيفية الاقتراع كل ما يتعلق بتفاصيل القانون وحسبة النتائج نشرحها للناس حيث ما كانوا يعني نحن نذهب إلى المحافظات على اختلافها البعيدة منها والقريبة نحرص على أن نطلع الناس على أهم التفاصيل نشجع الناس على المشاركة نريد من الجميع أن يذهبوا إلى صندوق الاقتراع إن استطعنا إلى ذلك سبيلا انطلاقا من حرص جامعة البلقاء التطبيقية في توعيث أبناء الطلبة تجاه العملية الانتخابية للمشاركة بشكل فاعل وأيضا الاتجاه إلى العملية الانتخابية بشكل واعن عملنا على التنسيق مع الهيئة المستقلة لاستضافة عدد من القبراء للحديث عن قانون الانتخاب وأيضا عن العملية الانتخابية كيف تجرى وصولا إلى عملية الحصول على النتائج النهائي لهذه الانتخابات لا سيما أن كلية عجلون الجامعية تحتضن في عدد من الطلاب عدد كبير من محافظات مختلفة مجاورة وتحديدا في إقليم الشمال وبالتالي حرصا منها على تعميم الفائدة على أكبر شريحة ممكنة للإطلاع على واقع العملية الانتخابية كيف ستتم ترجمة نانسي قنقر